السلام عليكم كداري اللبس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين باخروا على خير وبصحة جيدة انتم كتشوفوا معي الفيديو ديال اليوم مرحبا بكم معي بقناة كويزين حفايدا تتسكوت فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم هذه الحلوة اللي كتشوفوا معي حلوة من الزمن الجميل يعني حلوة زمانية قديمة كنت نقولون لها حلوة ديال الخاليط او لحلوة ديال المرشم حلوة ديال الطابع ديالة بشكل ديالة بحل غريبة كتجي بنينة مقرمشة فيها مكونات كيخليوها تعطي واحد الماداق اللي رائع بزاف معلكم غير تشوفوا معي المكونات وطريقة التحضير وتحضروها رغادي تعجبكم بزاف واطرطكم للطفولة ديالكم فبقوا معي تشوفوا المكونات وطريقة التحضير وعندنا في المكونات هنا اخديت 150 جرام ديال زبدة اي رابعة ديال زبدة من الأفضل ما تكون زبدة مزيانة اخديت كاس ديال سكر ساندة كاس ديال زيت كاس ديال زنجلان اللي تكون محمار كاس ديال اللوز اللي تهوه محمار ومهرمش وعندك كاس ديال زبيب اللي تكون مرقد ومقطع طريفات صغار وهذه من المكونات وبطبيعة الحال الدقيق باش غادي نجمعو المكونات ديالنا وعندنا خمارة واحدة ودابا غادي ندوزو نخلطو المكونات هنا يفئينا غادي ندير زبدة من الأفضل من الأفضل أنها تكون بحرارة ديال المطبخ يعني تخرجوا الزبدة مقبل من كلاجة باش هكو تسهل لكم إليك تخلطوها مع ساندة باش هكو تطلق لكم ضغية سوف يكون بقونية نخلطو الزبدة مع ساندة نحصل على خالط على شكل البوماد كيف ما غا تشوفوا معي ضروري نخدموها مزيان مزيان ودابا غادي نضيف لها الزيت كس ديال الزيت زيت نباتية ونخلطو مزيان كس ديال زينجلان ونخلطو المكونات ثلاثة دابا غادي نضيف الزينجلان كاس ديال زينجلان يكون منقي ومحمر هكو تشبه وغادي نضيف كاس ديال لوز اللي تكونتها محمر ومحرمش يعني هني هي لوز درتو بالقشور ديالو وكتخليوها هكو محرمش باشكعدكم ديال القرماشة والزبيب هو كاس ديال الزبيب اللي كما قلت لكم ترقدوه من قبل باشك يرتاب وتتقطعوه الطريفات اللي يكونوها هكو صغارين إذا كنت اخذتو ذاك الزبيب الكبير ثافي هنا الخالد ديالنا خلطنا كل شي معه بعد ذا بغادي ندوزه باش نديرو الدقيق هنا بالنسبة للدقيق كنا غربلوه كتبقى كمية ديالتقيق يعني تقريبا واحدة ستتلكيسة ديالتقيق يعني كتبقى وضيفوا الدقيق تدريج لي تدريجيا وانتوما تتجمعوا في الخالد يعني تتجمع لكم هكو في الايد تكتشكل لكم طافي وكتحبسوا هكو في واحدة كيلو ديالتقيق وستدريجيا وغادي نديرو وغادي نديرو واحدة الخمارة ونجمع مزيان الخالد وانتوما تتجربوا انتوما تتجربوا انتوما تتجربوا وانتوما تتجربوا اتجربوا وانتوما تتجربوا ومجمع وانتوما تتجربوا نشكل كوارات من نفس الحجم نضعهم في الفرن ورق الفرن ومن الأفضل أن تفرشوا الورق الفرن يجب أن تسهل عليكم أن تزولوها يجب أن تستفوهم يجب أن تستفوهم لأنهم لا يتضعفوا في الحجم يجب أن تستفوهم يجب أن تستفوهم ويتسرحوا لكم أجب بعد أن تستفوهم كوارات كاملين بإنكار خدمة سهلة سنقوم بطبع الحلوة هذا الطوابع العاديين متوفرين في الأسواق وضروري تلقوهم عندكم في الدار يعني تقدر والدينا والأمهاتي دينا را كانوا يطبعوا بهذا الطوابع من شحال هذه حاولوا أنكم هاكا تدوزوا في الدقيق مزيان باش ميلسقش لكم في الحلوة لم يلسقش لكم هاكا في العشينا يعني تبقوا وطبعوه وتبدو تدوزوا الطابع في الدقيق وتعودوا الطبع عاو تاني من الأفضل تفادوا أنها تلسق لكم ولا تخسر لكم سوف نبقى على الطريقة عادي غادي نطبع الحلوة كاملة وانا كنبدأ ندوز الطابع في الدقيق وانا كنطبع في الحلوة يعني في كل مرة فاش كنبغيها كننطبع سوف ندوزوا في الدقيق هاكا شوية تتحطوا هاكا في الدقيق وطبعوه من الفوق سافك في مجتمعية سهلة وراها الطبعة هادي ولها الرشمة راتة تبقى يعني وخاكا طيب الحلوة ركا تبقى هذه الرشمة مرشومة هاكا كملفوق وطبعوه من الفران وطبعوه من الفران وطبعوه من الفران كنطبعوه من الفران وطبعوه من الفران وانا كنطبعوه من الفران وكتردوها لها لبالتك تأخذ لكم ملزح تبكتشلو لا تكمل الطياب من الفق تافي وكتجيب هاد الشكل هادا كما تشوفو معايا ما بعد ما كالطيب كتاخده كدك اللون الذهبي وكتخلي واتك تبرد يعني كتبرد عاد باش خدين فندوها اولا غدين دووزوها في سكر غلاسي تافي نيارات تتاخدكم يعني طياب واحد وكي يجيو ذاك المكسارات اللي دفنا فيها وكي يجيو بين ذاك الزبيب واللوز اللي درنا لا تقدرون تديرو فيها حتى القرقاع تالقرقاع كيتدار فيها إلا بيجيو تديرو فيها تكون توا مصهد وتكون مقطع طريفات اللي هما صغار صافي وهدي الحلوة دينا هذا والشكل دينا كيف كتجي را كتجيه شيشة وكتدب في الفم وفيها واحد القرماشة رائعة وهنايا صافي كندوزها ولا كندرد عليها سكر غلاسي من الفق يعني كاملة كدوزوها سكر غلاسي يعني كتمرمدوها كاملة سكر غلاسي وتتبدو تسوسوها كشوية تحيدو من ذاك زائد ديال سكر غلاسي صافي كندوزو معايا قدردو على سكر غلاسي كاملة بها الطريقاتي يعني بش كي يجيه دقة وحدة ناني غادي نديرها كسكر غلاسي ندروا لهم الفوق من التحت وكانت نحيدو ذاك زائد ديال سكر غلاسي صافي كتقدموها يعني من بعد ما كتبرد يعني كتخليوها تبرد تماما وكتقدموها يعني غير جربوها كتجي رائعة غادي تعجبكم بزاف ويلا يعني عم عمركم ما درتوها عاولوا أنكم تديروها حيث غادي تولي معتمادة عندكم حيث غادي تعجبكم بزاف كيف ما عجبتني أنا وها ديال حليوة ديالنا كنتمنى أن الفيديو ديال يوما هنا الإعجاب ديالكم وهذا الحلوة تعجبكم وتديروها وتنجح معكم وما تنساوش إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة أنكم تشتركوا فيها بالضغط على زل الشراك الأحمر أسبب الفيديو شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء